السلام عليكم اخبركم ايه يا رب دايما بخير وسعادة صباحكم فل وصباحكم ياسمين. تعالوا نعمل بجا شوية محشي كده للصيف. بس بنقول لكم ايه بص ما فيش فيه في ريحته وطعمه وجماله كده اي حاجة تتوصف فيه. هنقول لكم على طريقة كده تعملوها للصيف. تاكلوا بها محشي وانتم اطمنين. من غير ما تتعابوا بجا كنوا الاول زمان المحشي يعني في الشتان. دلوقتي ما جانا بنعمله كل يوم. عزوما مش عزوما بنعمله كل يوم. خلطة رهيبة بصهم مفيش فيها غلطة. اه بتعبناها لاي نوع محشي بجا. انا عندي هنا النهار ده كرمب. وعندي كمان ورج عرب من اللي انا مفرزها في الفريزة. اه جبت بجا الخلطة بتاعتي. اه طبعا كنت على على النار. حتى طماطم مضربة كده في الخلاط. بمعلاجة السمنة كده وحطها تتسبك. وهنا عندي في الكابة كده كم واحدة بصل. حسب طبعا كمية المحشي اللي عندكم. بس انا حطى كده حوالي بصلتين كبار. وعليهم كده معلاجة كده من هارس الشطة. وكمان شوية كده من التوم. يعني مسلا نقول حوالي نص راس توم كده او خمس ستة فصوص. بيدي طعم حلو للمحشي. دي خلطة رهيبة رهيبة. طبعا في الكابة فارم ناعم. انا عايز البصل ينزل كده ميته. وكمان يكون مفروم مع التوم. فارم ناعم كده عشان خاطر يديني طعم حلو. تمام كده تمام. وفي نفس الوقت بارده نطلع اه ورجعينا بكده من البصل بتاعنا بملح وفلفل. ومعلاجة كده من السبع بهارات فيها كل البهارات اللي انا محتاجها. ونعمل كده للبصل المحترمة بادي نا بجا بالمعلاجة المهم ما عايز البصل ينزل ميته. وهنلكنه على جم لحد لما بصهم ياكل في بعضه كده بالتوابل بتاعتي يطلع الطعم الحلو اللي بتاع المحشي من البصل دي. جبت الحلقة اللي هنحشي فيها ممكن طبعا تعمله في طواجن والدخلات الفرن زي ما عملت معكم قبل كده. لكن انا حبيت نعملها في الحلة زي ما هي كده بنسهل على نفس الموضوع. فحطت لها فرشة كده بتخلي طعم المحشي رهيب وجربوها وان شاء الله هتعجبكم بنعملها سواء في الصيف او في الشتاء. عبارة عن ايه الخلطة ديت او الفرشة اللي بتكون في جار الحلة. طمط مية كده متقطعة شرايح. آآ بصلية شرايح جرن فلفل شرايح. كل كله على بعضه. كمان لو انا عندي مسلا كسبرة وآآ بكدونس وشبت اللي انا الخضرة اللي انا ملعها للمحشي. بناخد كل العنوج الجدامانية ديت او اللي بتكون في البداية الخضار. وبنحطها كمان برضو مع التدبيل اللي انا عاملها ديت او مع الفرشة اللي انا عاملها او الخلطة اللي انا عاملها. وبنحط لها شوية ملح وشوية فلفل عشان ما تكونش آآ دلعة كده معي وتخليل المحشي كمان طعم حل. اهو دي معي باجه هنا من الكزبرة والبكدونس. اخدت كل العنوج اللي بتكون من القدمة ديت او في الاول كده. وحطتها مع الفرشة. وبعد كده باجه نوفرهم الكزبرة والبكدونس معي طبعا مخسرينهم الصفيين كويس. انا بنخسرهم قبل ما خرطهم. عشان ما ينزلش المية الخضرة اللي فيهم كده والطعم والريحة اللي فيهم ما تنزلش بعد الغسيل. فاخسنهم الاول. غزلت كمان آآ كيلو من الرز غزلت طبعا كويس. غزلت باجه بالبصل اللي ريحته كانت مفح فاحة كده. ديت نفع طبعا نفس البصل تتبله بفراخ. آآ ما شوية يعني هتديكم طعم رهيب. ونزلت بالكزبرة والبكدونس وبالخضار اللي عندي كله. وكمان بالسلسة اللي انا مسبكاها. سلسة بس معلاش يعني طماطم بس معلاش غير معلاجة سمنة بس بلدي كده او معلاجة زيت حتى لو ما عندكوش سمنة. ونزلت باجه بالتوابل طبعا تكملة عشان قاطر الرز اللي عندي. اه حطت التوابل على البصل. بس طبعا ضفنا رز وضفنا اخضار. وكمان الطماطم معلاش اي طوابل. فحطت كمان زودت معلاجة ملح. وزودت معلاجة فلفل اسود. وكمان معلاجة من السبع بوهرات. السبع بوهرات فيها كل اللي انا عايزاه. وكمان معلاجة من الكزبرة الناشفة ودي اساسي في المحش بتاعي. ولو عندكو باجه شوية آآ فلفل اخضر كده. آآ خرطوهم برضو يكون حامي يعني كده وحلو. بس انا ضيف هريس الشطة فما ضفتش فلفل اخضر. ضفت كمان معلاجتين كده من السامنة البلدي وكمان شوية من الزيت او ربع كوباية كده من الزيت. وكده الحشوة بتاع تجهز لاي نوع محش معي. تجليب حلو بقى كده كل الخلطة مع بعضها وبصهم خلطة رهيبة وراحتها كانت من قبل ما تنحش كده وباين المحش انها هكون طعم حلو. صلع الرسول واسكور الله وان شاء الله حيتكم كده كن فيها بركة وتخلص مفيش فيها ولا غلطة. دوسراك لو لسا مكملين معي الفيديو لحد دلوقتي. اول حاجة بقى بنا في الحلوانة معايا ورق عنب ومعايا كرومب. بنبدأ بورق العنب الاول. طب لو انا معايا مسلا ميكسي كده من المحشي كلها هنعملها في حلة واحدة. اول حاجة نبدأ بها البدنجان لو انا معايا بدنجان. عشان طبعا ينزل مياه سوداء كده. فما يخليش كل المحشي لونه اسود. فعشان كيف نبدأ في بجار الحلة الاول. وبعدين فوق من الكوسة انا عندي كوسة وبعدين ورق العنب واخر حاجة بنخليها فوق هو الكرومب والفلفل عشان ما بياخدهش تسوية كتير وعشان كمان الفلفل ما ينفعش ينحط تحت او في النص خلاص كده لكن انا النهاردة معايا مكس بس بين الورق العنب والكرومب فحنضيف ورق العنب في تحت عشان بيستحمل التسوية شوية وبيغيف التسوية شوية عن المحش الكرومب فحنرسه تحت الاول وبعدين هنخلي الكرومب على الوش زي ما قلت لكم ممكن تعملوه في طواجن ممكن في صواني في حلة زيدية انا طبعا وردتكم الحشوة الورق العنب قبل كده حتى النعمة فوق اه بتكون على العديكة كده والرز بيكون في الحتة الخشنة وطبعا بتضموا الجنبين على بعض وتبروموا كده وتحشوه بكل سهولة وطبعا ورق الكرومب مش محتاج تعريف كله رفيحش ورق العنب الكرومب بيكون اه حشو سهل ما بيخدش معايا الحالة بتحشو معايا بمسافة نصف ساعة من كل ما خلاصة الحالة بحالة بحشوتها بخلطتها بكل حاجة ما بيخدش معايا وقت وكنت سالجة فراخ باجا سالجة محترمة عملت معاكم قبل كده برضو محشية بصل ومسلوجة سالجة عادية بتديني راحة حلوة للشربة وبتديني لون كمان تحفة زي ما شفتونه معايا دلوقتي الحالة بتاعت المحشي خلصت هنحطوه على النقر ونبدأ باجا نسجي المحشي بتاعي بالشربة الحلوة الفضيعة ديت المحشي كل مكان مسجب شربة طبيعية كده احسن طبعا من الشربة اللي احنا بنعملها اللي بتكون فيها مكعبات وماية بتغلي بتكون لزيزة وطعمها حلوة وكل ما كانت الشربة اللي انتو بتزجو بيها كده دسمة وحلوة كل ما ديتكم كمان محشي كويس كده كده انا بنحط له مكعبين زي ده كده معاه على الوش كده بعد ما يستهوا معايا فبصوا بنكمل الجريمة بحالها من فوق لتحت من كله آآ الخلطة والمحشي وكمان الريحة والطعم والشربة اللي نضيفينها عليها والسمنة البلد اللي بنضيفها دلوقتي الجريمة بحالها كاملة متة كاملة وبعدين نغطي عليها اول آآ صباعا من فوق ما بيكونش متغطي بحالو كده بالشربة بيكون واضح جدامكم كده عشان يكونوا رز مفلفل معايا وحلو ونولع عليه النار لحد ما تغلي وتشرب معايا المحشي وبعد كده بنهدي عليه النار لنار سهرية كده بسيطة خالص ونسيبه يشاكشك كده مع نفسه ويبوخ كده حلو آآ وينمحشي كمان يكون استوى معايا وو راجعنا بيكون بيكتم كده معايا وحلو فرخة الحلوة اللازيزة المقدبة بعد ما استوت معايا بنعمل لها باجة صلصة كده لديهان بوش بتديني طعم وريحة اهم من الشغل تصبيط الشغل زبطوا اكلكم وان شاء الله تطلع معاكم اكل طعمه وريحته وكمان لونه حلو بنعمل لها ايه معلاجة صلصة عليها شوية من الزيت وعليها ملح وفلفل ملح وفلفل ده بيدي طعم حلو للجلد بتاع الفراخ وبخليه ياخد لون حلو كده وبيكون قرمش كده وحلو وتحت الشوية على طول نحمرها على طول ودخل بجا على تكميلة الجريمة بتاعت النهار ده محشي يعني ملخية خضرة بما ان الملخية متوفرة الوقت في السوق فبنعملها على طول مع المحشي مع الفراخ ومع اللحمة بص دايسة معانا كل يوم النهار ده المحشي الملخية حطيت طبعا شربة من اللي بتغلي ونزلت فيها بالملخية الخضرة اللي انا مجطفاها وغسلاها ومنشفاها حلو وضرباها في الكابة عادي ضربان الكابة زي وزي زي المخرطة بتاع الزمان بالزبط هي بتعمل رغوة كده في الاول بس بعد كده الرغوة بتهدأ وبتكون معايا الملخية بصم مفيش فيها غلطة كنا مخرطاها بالزبط على المخرطة وبمضرب السلكة كده وممكن كمان بشوكة آآ نفك كده الملخية بتاعتنا ونزود بجا الشربة على حد ما احنا عايزين. انا بنضيف شربة الاول آآ بسيطة اجلي من كمية الملخية عشان تطلع معايا الملخية كاومها مصبوط وبعد كده لو عزت شربة بنضيف لها عادي زي ما شفتم معاي. لكن ما نضيف شربة الاول كتيرة وبعدين نضيف الملخية وتطلع معايا الملخية خفيفة. طبعا ساعتها هنعمل ليلة وانا ما عنديش ملخية. هتكون الملخية معايا كراس بازيت او خفيفة معايا وحنقتر انها كلها زي ما هي. لكن تضيفوا شربة الاول شوية. وبعد كده احتشتوا شربة اضيفوا عليه. خدت معي شكشكة حدوة كده الملوخية ما بتغليش. لو غلط هتسجط معكم او هتفصل معكم. هتلاجوا الملوخية سجطت في جعل الحلة. والشربة على الوش. تشت الملوخية بجأة المعتادة معلقة كده من السامنة البلدي. وعليها فصتهم. وكسبرة نشفع. وتشي كده على طول عن الملوخية ونقول له يا اختي. هتطلع معكم الملوخية بتعمها حاجة. لازم ان الشاجة ديت. ولازم ان الكلمة ديت. المحشي معايا كل ما شرب ميته او شرب الشربة بتاعته وقطط عليه النار. وكل ما ده بندها تجلبة كده عشان خاليها تستوي معايا من كل ناحية. شايفين بجأ ولا صباع فك ولا حباية رز برا. وبصوا رأسها تتدرس كده. ان شاء الله فضيعة. احسن حاجة عندي بنعمل المحشي مفيش فيه غلطة. بشهادة طبعا اللي ضاج واللي كان. مش ده مش غرور بس يعني ايه? اه انا هوسكة في المحشي بتاعي. هزة كده في الحلة وبعدين ننزل بيه بجأ كله على بعضه. ورج العنب على الكروم بكله كده في حلة واحدة او في صنية واحدة. وجعد بجأ ايه? لم العيال حوالين منك وكل على طول او حوالين منكم وكل على طول. شايفين صباع الورج العنب? ما شاء الله. وكمان بيكتم كده يبقى خلاص مستوي معايا وزي الفل. والريحة اصلا بالخلطة دية رهيبة. تعملوها في الصيف تعملوها في الشيطة وكل محشو برحيتكم. ودي الفرخة اللي واخد اللون فضيع بالسلسل اللي احنا ضايفينها وكمان ريحة وطعم وفضعة. بصهم انا اكل حلو. من الاخر يعني. انا مش عارفة في ايه النهار دي. اه المهم اشكر في نفسك قبل ما حد يشكر فيك او حتى ادلعوا نفسكم قبل ما حد يدلعكم. اه هنا البلد كانوا واقفين جاعنين فعايزين ايه محشي كده سريعا. لدكم واحد صباع كده حد من خلص تصوير وبعد كده ننزل بلاك على طوب. شايفين الفرخة كمان مستوية والدايبة كده حلو. الشور بلونها حلو. والملخية الخضرة. بالهنة والشوف اللي شاف واللي هياكل واللي هجرب بنفس الطريقة المحشي. جربوا وشير المحشي من خلطة دي وجولوا رأيكم. شوفكم على خير. سلام عليكم.